بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو 106 والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع تلخيص الاعتبارات العامة لتثبيت أنظمة التشغيل وطرق الترقية هنا سوف نلقي نظرة على ترقية أنظمة التشغيل والترقية هي تعني أن يكون لديك نظام تشغيل قديم وتقوم بترقيته إلى نظام تشغيل أحدث رح نلقي نظرة على ترقية أنظمة التشغيل وتثبيت أنظمة التشغيل على الأجهزة لدينا على مستوى الويندوز 7 الهاردوير الأقل يعني أقل مواصفات كهاردوير أو كقطعة مكونة للجهاز حتى يتم تثبيت ويندوز 7 في داخل هذا الجهاز لدينا المعالج بيتطلب على الأقل أن يكون بسرعة 1 جيجاهرتز لدينا الذاكرة أن تكون على الأقل بحجم 1 جيجابايت لإستار 32 بيت و 2 جيجابايت لإستار 64 بيت بالنسبة لي مساحة القرص الصلب فالمطلوب على الأقل 16 جيجابايت كمساحة فارغة في القرص الصلب على مستوى 32 بيت و 20 جيجابايت كمساحة فارغة على مستوى 24 بيت طبعا رح نحتاج إلى هل CD-ROM أم DVD رح نحتاج إلى مشاغل DVD لأن الويندوز 7 بيأتي على DVD وليس CD فرح نحتاج إلى محرك DVD أما بالنسبة للفيديو والمقصود به كرت الشاشة بأنه طبعا يتم تنزيل DirectX 9 ويدعم WDDM 1.0 فما فوق كتعريف طبعا رح يتطلب ماوس يتطلب ماوس ولكن هذه الألفارة ليست من ضمن اللي بيتم إضافته كمتطلب لتنزيل الويندوز أيضا هل يتطلب كيبورد؟ نعم يتطلب كيبورد رغمه رغم أنه لا يتم إضافته كمتطلب عندما يتم مثلا وصف المتطلبات الخاصة بالويندوز لدينا هنا وصول للإنترنت ليس من المتطلبات أن يكون الجهاز لديك موصولا بالإنترنت حتى يتم تنزيل الويندوز 7 رغم أنك رح تحتاج لاحقا إلى الإنترنت إذا كنت تتعامل مع نص خاصلية وقمت بإدخال المفتاح الخاص بالترخيص فعندها رح تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت أن تجعل الجهاز يتصل بالإنترنت لكي يتم تأكيد رقم الترخيص كذلك لاحقا لديك التحديثات فكل فترة وفترة ستطلب أنك تقوم بالاتصال بالإنترنت لتنزيل التحديثات لكن كمتطلبات ليست مطلوبة لتنزيل الويندوز 7 بالنسبة لي الويندوز 8 كهاردوير منمم أو كالحد الأدنى من مكونات الجهاز بالنسبة لي لكي يتم تثبيت الويندوز 8 على الجهاز بالنسبة للمعالج يكون 1 جيجاهرتز ويدعم تقنيات تتمثل فيها PAE والNX والSSE بالنسبة لي الذاكرة أن تكون 1 جيجابايت ل32 بيت و2 جيجابايت لل64 بيت بالنسبة لي مساحة القرص الصلب الفارغة يعني تكون أقل شيء لكي يتم تنزيل الويندوز 8 تكون 16 جيجابايت ل32 بيت و20 جيجابايت لصالح ال64 بيت هل يتم استخدام CD-ROM أم DVD؟ لا رح نحتاج إلى DVD-ROM لأن الويندوز 8 بينزل على DVD وليس CD بالنسبة للفيديو أنا أدعم الـ DirectX 9 مع تعريف WDDM 1.0 فما فوق المتطلبات الأدنى للويندوز 8.1 بالنسبة لي المعالج أن يكون 1 جيجاهرتز ويدعم تقنيات PAE والNX والSSE بالنسبة للذاكرة يكون 1 جيجابايت ل32 بيت و2 جيجابايت لل64 بيت بالنسبة للمساحة الفارغة على القرص الصلب يعني يكون المساحة 16 جيجابايت لصالح ال32 بيت و20 جيجابايت لصالح ال64 بيت هل يتم استخدام CD-ROM أم DVD؟ رح يتم استخدام DVD بالنسبة للفيديو فعندي DirectX 9 ومع WDDM 1.0 فما فوق كتعريف المتطلبات الأدنى للويندوز 10 بالنسبة للمعالج أن يكون 1 جيجاهرتز مع طبعا يدعم تقنيات PAE والNX والSSE بالنسبة للذاكرة أن تكون 1 جيجابايت لل32 بيت أو 2 جيجابايت لل64 بيت بالنسبة للمساحة الفارغة من القرص الصلب أن تكون 16 جيجابايت لل32 بيت و20 جيجابايت لصالح ال64 بيت بالنسبة هل هو CD رح يتم استخدام CD-ROM أم DVD؟ لا رح نحتاج إلى DVD-ROM هو بيتم تنزيله على DVD كنظام تشغيل ويندوز 10 لدينا هنا الفيديو يدعم تقنية DirectX 9 مع WDDM 1.0 فما فوق كتعريف طبعا تكرار الحد الأدنى المطلوب هذا يعني شي جيد أنها مكررة مع إسطارات الويندوز بحيث تصبح سهلة التذكر لو أتت على شكل سؤال في الامتحان هنا نأتي على خيارات ترقية الويندوز 7 فهنا بيصف إذا الويندوز الموجود نظام التشغيل الموجود اللي رح يكون قديم ومنه يتم الترقية إلى إسطار من إسطارات الويندوز 7 عندنا إسطار 2, 3, 4, 5, 6 إسطارات عندنا الهوم بريميوم وعندنا هنا ويندوز 7 هوم بريميوم 32 وهنا أيضا هوم بريميوم 64 وعندنا بروفيشنال 32 عندنا بروفيشنال 64 عندنا الالتيمات 32 وعندنا الالتيمات 64 نشوف مع بعض الويندوز إكس بي إذا كان عندي ويندوز إكس بي فلا أستطيع أني أرقي إلى أي نوع أو أي إسطار من إسطارات الويندوز 7 زي ما أنتم لاحظين لماذا؟ لأن الويندوز طيب إذا أنا حبيت أرقي الجهاز إلى ويندوز 7 عندها لابد أن تقوم بترقية الويندوز إكس بي إلى فيستة ومن فيستة تقوم بترقيته إلى ويندوز 7 إذن من ويندوز إكس بي إلى ويندوز 7 جميع الإسطارات لا تقبل أن يتم الترقية من ويندوز إكس بي إلى أي إسطار من إسطارات الويندوز 7 طيب لدينا هنا الويندوز فيستة ستارترت 32 بت أيضا لا يقبل أنه يتم الترقية هذا الإسطار إلى أي إسطار من إسطارات الويندوز 7 هي نسخة غير قابلة للترقية كذلك الويندوز فيستا ستارترد او المبتدئ 64 بيت ايضا لا تقبل سواء ان كانت 32 بيت او 64 بيت طيب بالنسبة لي الويندوز فيستا هوم بيسيك 32 بيت من الممكن احنا نرقي يقبل الترقية الى ويندوز سبعة هوم بريميوم 32 بيت ويقبل الترقية الى الويندوز سبعة ألتميت 32 بيت باقي الاصطارات لا تقبل طيب بالنسبة لي الويندوز فيستا هوم بيسيك 64 بيت تقبل الترقية ان يتم ترقيتها الى ويندوز سبعة هوم بريميوم 64 بيت او ويندوز ألتميت 64 بيت ولا تقبل الترقية لباقي الاصطارات طيب بالنسبة لي الويندوز فيستا هوم بريميوم 32 بيت تقبل أن يتم ترقياتها أو من الممكن ترقياتها إلى ويندوز 7 هوم بريميوم 32 بيت وأيضا إلى ويندوز 7 ألتميت 32 بيت بالنسبة لي الويندوز فيستا هوم بريميوم 64 بيت من الممكن ترقياته إلى ويندوز 7 هوم بريميوم 64 بيت وويندوز 7 ألتميت 64 بيت بالنسبة للويندوز فيستا بيزنز 32 بيت من الممكن ترقياته إلى ويندوز 7 بريميوم 32 بيت أو إلى ويندوز 7 ألتميت 32 بيت بالنسبة للويندوز فيستا بيزنز 64 بيت من الممكن ترقياته إلى ويندوز 7 بريميوم 64 بيت أو إلى ويندوز 7 ألتميت 64 بيت بالنسبة لي الويندوز فيستا Ultimate 32 bit من الممكن ترقيته إلى ويندوز 7 Ultimate 32 bit فقط بالنسبة لي الويندوز فيستا Ultimate 64 bit من الممكن ترقيته فقط إلى نسخة الويندوز 7 Ultimate 64 bit إذن زي ما شفنا مش كل نسخة للفيستا ممكن نعمل لها ترقية كذلك الويندوز اكس بي لابد من ترقيته الى اصطار من اصطارات الويندوز فيستا التي تقبل الترقية كذلك اصطارات الفيستا قد يكون لها نظام تشغيل او اصطار من نظام تشغيل ويندوز سبعة او اصطارين لكي يتم الترقية اليهما يعني الى واحد منهما نختار منهم وليس الى جميع الاصطارات يعني ما عندنا اي اصطار مثلا من فيستا يسمح لي ان انا اقوم بعمل ترقية لأي اصطار من الاصطارات الويندوز سبعة وانما انا محدد باصطارات معينة هنا يقول لنا مسارات الترقية للويندوز ثمانية هنا عندنا الخانة اللي تحتوي على انظمة التشغيل الموجودة اللي تكون على جهازك وعندنا ثلاث نسخ ويندوز ثمانية ويندوز ثمانية برو اللي هي بروفشنال ويندوز ثمانية انتربرايس طيب اذا كان عندي نسخة ويندوز سبعة ستارتر او المبتدئ فمن الممكن ان احنا نرقيها الى ويندوز ثمانية او نعمل ترقية لها الى ويندوز ثمانية بروفشنال ولكن كما يتضح لنا لا يمكن ترقيتها الى ويندوز ثمانية انتربرايس بالنسبة للويندوز سيفن هوم بيسيك من الممكن ترقيته الى ويندوز ثمانية او ترقيته الى ويندوز ثمانية بروفشنال ولكن لا يمكن ترقيته الى ويندوز ثمانية انتربرايس بالنسبة للويندوز سبعة هوم بريميوم من الممكن ترقيته الى ويندوز ثمانية ومن الممكن ترقيته الى ويندوز ثمانية بروفشنال بالنسبة للويندوز 7 Professional لا يمكن ترقيته إلى الويندوز 8 ومن الممكن ترقيته إلى الويندوز 8 Professional ولا يمكن ترقيته إلى الويندوز 8 بالنسبة للويندوز 7 Ultimate لا يمكن ترقيته إلى الويندوز 8 ولكن من الممكن ترقيته إلى ويندوز 8 Professional ولا يمكن ترقيته إلى ويندوز 8 Enterprise بالنسبة للويندوز 7 Professional اللي هو من نوع الترخيص فوليوم لا يمكن ترقيته إلى ويندوز ثمانية ولا إلى ويندوز ثمانية بروفشنال ومن الممكن ترقيته إلى ويندوز ثمانية انتربرايس الويندوز سبعة انتربرايس اللي هو من نوع الترخيص فوليوم لا يمكن ترقيته إلى ويندوز ثمانية أو ويندوز بروفشنال وإنما إلى ويندوز انتربرايس بالنسبة لويندوز 8 اللي هو أقل نسخة إذا كان فوليوم لايسنت أو ترخيص فوليوم فمن الممكن ترقيته إلى ويندوز 8 انتربرايس إذن كشرط لترقية سواء كان ويندوز 7 أو ويندوز 8 للويندوز 8 انتربرايس أن يكون نوع الترخيص فوليوم مسارات التحديث إلى الويندوز 8 1 عندنا هنا خانة أنظمة التشغيل اللي هي موجودة تكون على جهازك وتريد ترقيتها سواء إلى ويندوز 8.1 عندنا ويندوز 8.1 بروفيشنال عندنا ويندوز 8.1 انتربرايس بالنسبة لويندوز 8 من الممكن ترقيته إلى ويندوز 8.1 وويندوز 8.1 بروفيشنال بالنسبة للويندوز 8 بروفيشنال لا يمكن ترقيته إلى ويندوز 8.1 وإنما يتم ترقيته إلى ويندوز 8.1 او ويندوز 8.1 انتربرايز بالنسبة لي الويندوز 8.1 مع الميديا سنتر لا يمكن ترقيته الى ويندوز 8.1 لان اصلا نسخة اقل من البروفيشنال ومن الممكن ترقيته الى البروفيشنال ويندوز 8.1 انتربرايز طيب الويندوز 8.1 لا يمكن ترقيته لانه هو اصلا ويندوز 8.1 ولا ترقيته الى ويندوز 8.1 انتربرايز ومن الممكن ترقيته الى ويندوز 8.1 بروفيشنال بالنسبة لي الويندوز 8 انتربرايز لا يمكن ترقيته لا الى ويندوز 8.1 ولا الى ويندوز 8.1 بروفيشنال ولا الى ويندوز 8.1 انتربرايز أي لا يقبل الترقية هذه النسخة Windows 8 Enterprise لا تقبل الترقية إلى 8 أن يتم ترقيتها إلى 8.1 بالنسبة للWindows 8.1 Professional لا يمكن ترقيتها للWindows 8.1 وللWindows 8.1 Professional ومن الممكن ترقيتها إلى Windows 8.1 Enterprise الترقية إلى Windows 10 Windows 10 يسمح بالترقية إليه من داخل نظام التشغيل Windows 7 فما فوق يعني إذا كنت أنت Windows 7 فلا تحتاج إلى ترقية Windows 7 إلى Windows 8 ومن ثم 8.1 حتى تصل إلى Windows 10 من Windows 7 تستطيع الترقية مباشرة إلى Windows 10 مشتشار ترقية نظام التشغيل مشتشار الترقية هو برنامج من Microsoft تقوم عند تشغيله على جهازك يعني تقوم بتنزيله وتثبيته على جهازك فيقوم بفحص نظام التشغيل الخاص بك ويعطيك نظام التشغيل الذي يمكنك الترقية إليه أدوات التوافق تتوفر العديد من الخصائص لتعزيز توافق نظام التشغيل مع التطبيقات التي تقوم بتشغيلها فلدينا مركز توافق Windows وهو موقع إلكتروني سوف يقوم بفحص جهازك بحثا عن ما يتوافق مع نظام التشغيل موجود على جهازك ما عليك سوى إدخال اسم البرنامج وسيخبرك ما إذا كان هذا البرنامج مدعوم مع نظام التشغيل الخاص بك أم لا بعض التطبيقات لكي تعمل على جهازك سوف تحتاج إلى تنزيل تحديثات تجعل من هذه التطبيقات تتوافق مع نظام التشغيل الذي لديك وبعض التطبيقات لكي تتوافق وتعمل مع نظام تشغيل ما فسوف تحتاج إلى تنزيل شم وهي عبارة عن قطعة برمجية صغيرة والتي تتصل فيما بين البرنامج الغير مدعوم أو غير المتوافق مع نظام التشغيل طرق الإقلاع ويطلق عليه أيضا طرق التمهيد يمكنك البدء في عملية التثبيت أو الترقية عن طريق التمهيد من عدد من المساطر وفي منهج كومبيتية A بلس سوف يتم التحدث على ثمانية طرق وهي كالتالي لدينا الطريقة الأولى وهي الـ USB معظم الأنظمة تسمح لك بالإقلاع من خلال الـ USB ولكن سوف يتوجب عليك أولا تغيير ترتيب الإقلاع في الـ BIOS لكي يتم أولا من خلال الـ USB إذا وجد فيه ملفات الإقلاع عندما يتم تشغيل الجهاز فسوف يتم الإقلاع من الـ USB لدينا الـ CD-ROM والـ DVD كلاهما من أكثر الوساط استخداما لعملية الإقلاع عند تثبيت نظام التشغيل على الكمبيوتر والفرق بينهما أن الـ CD-ROM هو كان مستخدم مع إصطارات أنظمة التشغيل القديمة مثل مثلا الـ Windows XP مثلا بينما الـ DVD فهي مستخدمة مع أنظمة التشغيل الأحدث لدينا الـ PXE اللي يختصر لـ Preboot Execution Environment وهي تعني أن يقلع الكمبيوتر من خلال الشبكة لدينا الحالة الصلبة محركات الفلاش إذا كانت ملفات الإقلاع والتثبيت موجودة على محرك أقراص ذي الحالة الصلبة أو على محرك الفلاش فعندها قم بإعداد الـ BIOS ليصل إليها في ترتيب الإقلاع النت بوت وهي طريقة طورتها أبل تسمح لجهاز أبل بأن يقلع من الشبكة بدلا من القرص الصلب الخارجي وطبعا المقصود فيها القرص الصلب الخارجي والقرص الداعم للتبديل السريع ويتعني وجود ملفات الإقلاع على قرص الصلب خارجي والتي معظمها يدعم التبديل السريع أي أنك أنت تربط بالجهاز وتستطيع فصله والجهاز يعمل لا يحتاج إلى إيقاف أو إعادة تشغيل من قبل الجهاز لدينا هنا القرص الصلب الداخلي وهي ملفات الإقلاع التي يتم تثبيتها على القرص الصلب الداخلي للكمبيوتر عند تثبيت نظام التشغيل على الكمبيوتر لكي يتم الإقلاع والدخول لنظام التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر وبالإمكان أثناء الترقية أن يتم تخزين ملفات الإقلاع للترقية وعمل الترقية من على القرص الصلب الداخلي أنواع التثبيت يوجد لدينا أنواع لتثبيت نظام التشغيل على الكمبيوتر ويوجد لدينا طريقتين عامة بشكل عام وهما Attented و In-Attented بالنسبة للأتنتد اللي هي سوف تقوم بالإجابة عن الأسئلة التي تظهر لك أثناء عملية تثبيت نظام التشغيل أنت طبعا أثناء عملية التثبيت طبعا عادة سوف تكون طلب مفتاح المنتج المكان الذي تريد تثبيت نظام التشغيل فيه إعدادات متعلقة بالشبكة ورغم بساطة العملية إلا أنها تستغرق وقت لملء خانات الإجابة على هذه الأسئلة كذلك رح تتطلب شخص يظل أمام الجهاز ليقوم بتعبعة هذه الأسئلة التي تظهر في مراحل مختلفة من عملية تثبيت نظام التشغيل لذلك في الشبكات المتوسطة والكبيرة بيتم استخدام ال-In-Attented حيث تقوم بإعداد عملية تثبيت لنظام التشغيل بتدخل بسيط أو بدون الحاجة إلى تدخل بشري يتم ذلك من خلال إنشاء ملف يسمى in-Attented.xml والذي سوف يحتوي على إعدادات كإجابات على أسئلة تثبيت ال-Windows وضم هذا الملف لنسخة نظام التشغيل لدينا ترقية موضعية تتضمن الترقية لانتقال من نظام التشغيل إلى آخر مع الاحتفاظ بأكبر عدد من الإعدادات مثل إعدادات حساب المستخدمين من الأمثل على الترقية تغيير نظام التشغيل الموجود على الكمبيوتر من Windows Vista إلى Windows 7 كذلك عملية الترقية من الممكن أن تتم من خلال الترقية من سطار Windows إلى سطار آخر مثل مثلا Windows 7 Professional يتم ترقيته إلى Windows 7 Ultimate عند إدخال ال-DVD يفترض أن تظهر نافذة تثبيت وترقية لنظام التشغيل الجديد إذا لم تظهر عندها قم بالدخول على ال-DVD وفي مجلة ال-Root قم بالنقر على setup.exe لدينا مصطلح ال-Clean Install وهي تعني إزالة وحذف نظام التشغيل القديم أو عدم احتواء الكمبيوتر على نظام التشغيل حيث يتم تثبيت نظام التشغيل بالكامل وليس ترقية لدينا هنا إصلاح التثبيت وهي تعني أن يتم استبدال ملفات النظام التالفة بملفات أخرى سليمة مما يعني القيام بإصلاح لنظام التشغيل وعملية الإصلاح لن تغير في إعدادات نظام التشغيل الملتيبوت وهي تعني وجود أكثر من نظام تشغيل واحد على كمبيوتر واحد ويكون الإقلاع على نظام التشغيل نقوم بتحديده بحيث عند تشغيل الكمبيوتر تظهر قائمة بأنطمة التشغيل مع توقيت 30 ثانية بحيث إذا لم يختر المستخدم نظام تشغيل عنده يتم الإقلاع من نظام التشغيل التلقائي لدينا Remote Network Installation ويتعني نسخة DVD لنظام التشغيل على قرص صلب معمول له مشاركة في داخل الشبكة أو من خلال جهاز شبكي يسمى ويعرف بيه PXE Room بحيث محطات العمل في الشبكة تقوم بالإقلاع والتثبيت لنظام التشغيل من خلاله إنشاء Image ويتعني أن يكون هناك كمبيوتر يطلق عليه الكمبيوتر المرجعي ويتم أخذ صورة منه أي أنك سوف تقوم بعمل نسخة لنظام التشغيل مع الإعدادات الموجودة عليه نما يمكنك عندما تثبت نظام التشغيل من الـ Image طبعاً فأنت أيضاً رح تثبت الإعدادات بحيث يصبح هذا الكمبيوتر نسخة من الكمبيوتر المرجعي لتنفيذ الـ Image لدينا عدد من الطرق ففي نظام Windows يوجد صورة النظام كذلك يوجد AI Key وهي Windows Automated Installation Kit كذلك يوجد برنامج SysPrep وبرنامج ImageX كلها من خلال أن نستطيع أن نقوم بعمل إنشاء Image لنظام التشغيل الموجود على جهاز الكمبيوتر أي رح يكون جهاز الكمبيوتر المرجعي عندنا هنا Recovery Partition بحيث عندما يتم تنزيل نظام التشغيل يتم عمل قسم في القرص الصلب مخصص لعملية الاستعادة أو الاسترداد بحيث إذا حصل تلف لنظام التشغيل عنده يتم عمل استعادة لنظام التشغيل بحالة المصنع وبالحالة السليمة لنظام التشغيل بحيث يمكن للمستخدم استخدام تسلسل مفاتيح معين أثناء التمهيد التي من شأنها أن تتسبب في تشغيل الكمبيوتر إلى قسم الاسترداد لعمل استعادة لنظام التشغيل طبعا إذا حدث فشل لمحرك الأقراص الصلبة أو إذا تمت الكتابة فوق القسم الخاص بالركافري فسوف يجعل ذلك من قسم الاسترداد عديم الفائدة ولمعالجة هذه المشكلة يوجد مصنعين يوفرون وسائط للاسترداد من وينتوز 8 حتى وينتوز 10 توفر لدينا ثلاثة طرق للتعامل مع جهاز لا يستطيع القيام بالتمهيد أو حصل له تلف أو يعمل بشكل سيء وللتعامل مع ذلك لدينا ثلاثة طرق لها الرفرش والريستور والريستور وعليك أن تفهم ما الذي يودي إليه كل خيار من الثلاثة خيارات فعندما نختار الرفرش فبيانات المستخدم على نظام التشغيل لن تتأثر إذا اخترنا الريستور سوف تعيد نظام التشغيل إلى حالة المصنع ولن يؤثر على بيانات المستخدم وأي مشتريات من منتشر وينتوز وستبقى أيضا التطبيقات التي تأتي مدمجة مع نظام التشغيل ولكن أي تطبيقات أو برامج قام المستخدم بتنزيلها وتثبيتها سوف يتم حذفها الطريقة الثالثة الريست وهو هنا سوف يتم إزالة كل شيء في حيث سوف يتم إزالة البيانات والبرامج ويتم إعادة نظام التشغيل إلى نسخة جديدة التقسيم تقسيم القرص الصلب هو يعني إنشاء أقسام منطقية logical على القرص الصلب والقرص الصلب من الممكن أن يكون له قسم واحد فأكثر والقسم الذي يحتوي على نظام التشغيل الذي نريد للكمبيوتر الإقلاع منه نقوم بوضع علامة active على هذا القسم وقسم واحد فقط نستطيع جعله active وأقسام القرص الصلب تتواجد بالأنواع التالية لدينا الديناميك القرص الصلب عندما يكون ديناميك فهو يعطي سهولة في الإعداد بحيث بإمكانك زيادة حجم القسم الديناميك بدون إعادة التهيئة ويمكن للقسم الديناميك أن يمتد فيما بين عدد من الأقراص الصلبة الفيزيائية القسم الديناميك لا نستطيع أن ننزل عليه نظام التشغيل لذلك هذا القسم يستخدم مع تخزين البيانات ونختاره لأنه يقدم لنا مزايا مقارنة بالقسم البيسيك الذي يتم تنزيل نظام التشغيل عليه والقسم هنا في الديناميك بدل ما ينطق عليه بارتيشن بدلا من ذلك يطلق عليه فوليوم ووجد دينا أنواع من الديناميك أهمها ثلاثة أنواع وهي سيمبل فوليوم وهي تعني أن مساحة الفوليوم الواحدة تكون موجودة على قرص صلب واحد اسباند فوليوم وهي تعني إمكانية أن تكون مساحة الفوليوم الواحدة متوزعة على أكثر من قرص صلب ولا يشترط أن تكون المساحة موحدة فيما بين الأقراص والمخصصة للسباند فوليوم وعدد الأقراص الصلبة الأقصى التي نحدد منها مساحة الاسباند فوليوم هي تصل 32 قرص صلب بحيث هذه المساحات من الأقراص الصلبة الفيزيائية المختلفة سوف تتجمع وتظهر على شكل فوليوم واحدة للمستخدم والاسباند فوليوم لهو لا يقدم تسامح مع الأخطاء أي إذا حصل تلف في قرص من الأقراص الصلبة فسوف نخسر البيانات المخزنة في الجزء الموجود على القرص الصلب والتابع للسباند فوليوم لدينا الستريبت فوليوم وهي تشبه من ناحية أن الفوليوم الواحدة مساحتها مأخوذة من عدد من الأقراص الصلبة ولكن الفرق هنا أن المساحة المأخوذة من الأقراص الصلبة يجب أن تكون متساوية ويتم توزيع الملف الواحد وتقسيمه إلى مجموعة الأقراص الصلبة المشاركة في الستريبت فوليوم مما يقدم سرعة عند قراءة الملف الستريبت فوليوم وبحيث أنه سيتم قراءة الملف من عدد من الأقراص الصلبة طبعا الستريبت فوليوم لا يقدم تسامح مع الأخطاء وتلف قرص صلب واحد سوف يؤدي إلى تلف كل البيانات الموجودة على الستريبت فوليوم لدينا البيسيك وهو يتواجد بنوعين وهما البريماري واللوجيكل بالنسبة للقسم البيسيك عند إعداد حجمه فهو يكون ثابت غير قابل للتصغير بدون فورمات عكس الديناميك كذلك مساحة البيسيك برديشن بتكون تابعة لقرص صلب واحد والبيسيك كان قد ظهر قبل الديناميك وكان يتم استخدامه لنظام التشغيل وأيضا لتخزين البيانات لفترة طويلة قبل ظهور الديناميك تستطيع زيادة حجم البرتيشن سواء كان بريماري أو لوجيكل في ضمن المساحة الموجودة على نفس القرص الصلب تستطيع إنشاء أربعة أقسام بيسيك على القرص الصلب الواحد طبعا الأربعة قد تكون كل يعني القرص الصلب الواحد ممكن إنشاء فيه أربعة أقسام الأربعة قد تكون كلها بريماري أو ثلاثة بريماري وواحد منهم إكستيندد بالنسبة للبريماري برتيشن هو الذي سوف يحتوي على ملفات الإقلاع لنظام التشغيل وسابقا كان نظام التشغيل يجب أن يكون في نفس البرتيشن الذي يتواجد فيه ملفات الإقلاع ولكن حاليا من الممكن أن يتواجد نظام التشغيل في برتيشن آخر ولكن المهم أن يتواجد ملفات الإقلاع على البريماري برتيشن البريماري برتيشن لا يمكن تقسيمه إلى أقسام فرعية بالنسبة للإكستيندد برتيشن بيختلف عن البريماري برتيشن بأن الإكستيندد برتيشن من الممكن تقسيمه إلى قسم أو أكثر يطلق عليها لوجيكل وكل لوجيكل برتيشن بيتم إعطائه حرف يمثله اللوجيكل وهي القسم أو الأقسام الفرعية التي يتم إنشاءها في داخل الإكستيندد برتيشن الـ MBR وهي التقنية الأقدم من الـ GPT وهي تدعم العمل مع القرص الصلب بحجم أقصى 2 تيرابايت ويدعم أربعة بريماري برتيشن وفي حال حصول تلف القرص الصلب فعملية استرجاع البيانات منه بتكون صعبة عندنا الـ GPT وهي تقنية الأحدث وهي قادرة على التعامل مع القرص الصلب الأكبر من 2 تيرابايت ويسمح بإنشاء 128 برتيشن على القرص الصلب الواحد إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته